قررت أستراليا تعليق الترحي الفوري لنجم كرة المضرب الصربين وفاق جوغوفيتش المصنف أول عالمياً ليبقى في مركز احتجاز المهاجرين بخصب ما أفد محام حكومي في جلسة استماع بالمحكمة وكان جوغوفيتش وصل إلى مطار مولبورن الأربعاء تمهيداً لمشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة أولى بطولات لجراند سلامة والتي يحمل لقبها تسعة مرات ومنع المصنف الأول عالمياً في التنس من دخول أستراليا رغم حصوله على إعفاء طبي من تطعيم كوفيت تسعة عشر ليتمكن من اللعب في بطولة أستراليا المفتوحة ووصل جوغوفيتش إلى مطار تلامارين وتم اقتياده إلى غرفة عزلاً بواسطة الشرطة بعد إعلان السلطات الأسترالية أن تأشيرته لا تسمح بإعفاء طبي ويهدد التحرك من الحكومة الأسترالية بمشكلة دبلوماسية بين أستراليا والصربيا حيث كتب أليكسندر فوتشيتش رئيس السربيا في تطبيق انستجرام انتهيت للتو من محادثة تليفونية مع نوفاك جوغوفيتش وأبلغته بدعم السربيا الكامل سنكافح من أجل نوفاك والحقيقة والعدالة بما يتمشى مع جميع قواعد القانون الدولي ترجمة نانسي قنقر